نفذ نائب رئيس مجلس القياد الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي عيدروس الزبيدي زيارات تفقدية لجرحى عملية سهام الشرق من منتسب القوات الجنوبية الذين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات العاصمة عدن واطمأن الزبيدي خلال زياراته على أحوال الجرحى وأوضاعهم الصحية موجها الفرق الطبية بإلائهم كامل الرعاية والاهتمام حتى يتمثلوا للشفاء وأشهد الزبيدي بتضحيات الجسيمة التي قدمها منتسب القوات الجنوبية في سبيل إحلال الأمن والاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية